السلام عليكم معكم الشيفة مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل أكلات نباتية كفتة الماش بالبطاطا وهي عند الماش حتى ترى شكله لأنه ممكن إلا أسماء أخرى يعني بغير دول نقعته قبل ساعتين وراح أسلقه هذه البطاطا اثنين حبت بطاطا كبيرة الحجم قطعتها وقشرتها وقشرتها وقطعتها وخليت لها مي الحد البطاطا لأنه لا أريدها تستوي أكثر وعندي هذا الماش ضفت لها أيضا مي الحد الماش وخليتها على النار يعني مو أكثر مي وهنا عندي واحد حبت بصل بهذا الوجه مالت الثقوب الكبار مالت المبراشة برشتها لأنه أنا أريد ناعم يصير البصل ما أريده خشن وراح أستعمله يعني بعجينة الكفته هنا عندي البطاطا مثل ما دا شوفوها والماش دا يفور على النار إلى أن يستوي يعني ويمتص المي مالته وأستعمله وهذا عندي واحد ملعقة شاي كمون دا طحنة بهذا الهاون أو ممكن تطحنه بالطاحونة أو تستعملون مطحون جاهز هاي البطاطا مثل ما دا شوفوها استوي وهنا عندي نصف كوب كذبرة خضرة مثرومة ناعم وضفت لها البصل وراح أضيف ثلاثة سن ثوم مهروس وراح أبدأ أعجن المواد من بعد ما أكمل الهرس مالة الثوم يكون الماش استوي وأبدأ أعجن الكفته أهرزها بالهراسة اليدوية طبعا هاي الكفته مفيدة للأطفال والكبار وأيضا بالنسبة للناس اللي ما يحبون يأكلون اللحوم وطعامها حل طيب وتنفع يعني للعشاء وحتى للغدة وتقدم مع السلطة هنا أضفت الماش وضفت البطاطا وضفت الكمون وراح أضيف الفلفل أسود هنا رشة خفيفة وذا ما تحبون لضيفون وهنا عندنا رشة كركم ورشة ملح وشطة قليل حبة صغيرة من الشطة إذا تحبوها وذا ما تحبوها لضيفون هاي حسب الرغبة يعني تنتي حرارة هي هنا بديت أهرس مثل ما تشوفون هذا راح أهرس البطاطا ويلماش وكل المواد وبعدين أضيف بيضة واحدة وهاي الشطة مثل ما قلت لكم هاي ما مطحونة راح أطحنها وأضيفها وهنا عندي واحد حبة بيض ونصف كوب بقصمات الخبز المحمص المطحون وقسم طلبوا مني البقصمات وإن شاء الله أقدمه لكم وهو ينباع جاهز أيضا هاي من بعد ما أكملت عجنتها بديت أكورها وبعدين أضغطها وأغمرها بالبقصمات من كل الجوانب حتى لا تتفتت لأن بسهولة تتفتت هاي الكفتة المواد مالتها أثناء القلي هسا دا أكمل باقي الكفتة أكورها مثل ما قلت لكم وأسويها على شكل القراص وراح أقليها هايا وراح يشوفون شكلها من بعد القلي راح أسخن زيت قليل ما تحتاج زيت غزير مجرد هي تتحمص من الجوانب ونشيلها لأن مستوية كل المواد اللي داخلها من العجينة مستوية فما يحتاج نقليها بزيت غزير وراح أقدمها مع السلطة وهذا شكلها النهائي جربوها إن شاء الله تعجبكم وألف عافية